السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا مكملين دلوقتي الشرح الجريم بيلدنج استوديو قلنا ان احنا نقدر ندرس من هنا الاستهلاك بتاع كهرباء والاستهلاك كل حاجة نرجي اند كاربون ندخل بقى على الووتر الستهلاك بتاع الووتر هنا بقى هتلاقي التوتل وهنا استميت ليه التكلفة هنا بقى بيقول لي انت عندك كم بتويت هتقدر ننتحسب هو بيجيب لك من قلب الموديل لكن هنا تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز ده التوتل ده للرجال ده للساء ده للعمال فقط اكفيشانسي ممكن تقول له لو فلو لو انت وسب حاجة كويسة اللي بتقلل السهلاك ووتر لس هنا كم حوض مثلا ممكن تقول له ثلاثة كم شاور حسب بقى نوع المبنى لو مبنى ساكني اكيد في شاور ممكن مبنى بتاع حاجات خدمية مقاش في شاور ثلاثة كم تقدر تحط هنا مثلا اوزون هنا نت زيرو بتبدأ بقى ان انت مثلا رينووتر هل انت عندك رينووتر عندك ناتف فشداريانس لاندسكيبنج لو في اس هتقول له اس هنا الجنرال انفروميشن ده اسم المشروع ده رون تايتل البلدنج طيب نوع المبنى الفلور اريا قد ايه اليونت ووتر برايس السعر بتاع الووتر تمام السور لو بتدفع فلوسة على الصرف ممكن نقول له زيرو تمام الرجيشن اريا عندك قد ايه التايم سبرينكلرس البول لو عندك سوق البول او كده ممكن تقول له اس او نو تمام وتقول له استميت فيبدأ يجيب لك الحسابات التكليفة اللي هتحصل هو التوتال الدقيق الاندور الاوتدور النيت يوتيليتي وهنا الليد ووتر افيشن سيه يبدأ بيجيب لك بقى النقط اللي انت مفروض هتخدها في توفير المياه خلينا نسأل نرجع تاني الووتر تقول له استميت عدل لك الحاجات تقدر تقول له سيف طيب بعد الووتر هنقش على كوتو في تريك اناليسيس هنشوف بها موضوع ان احنا ازاي نقدر نتاقر شمسية نسير منها فبيقول لي مثلا فيه انواع كتير مختلفة فيه مثلا ممكن نقطر دوت فعلا بتاع التوتشرف المياه البولي كريستنان ممكن نقول له ماشي طيب التكلفة التركيب بتاعت الكوست اعساس يعرف انت هترجع الفلوس اللي هتستثمرها في خلال قده فتقدر ان انت تدرس الموضوع هل هو يكون مجدور لا هنا السيرفيز اللي موجودة الشيدنج وهنا السامري انستوب البانال كوست قد ايه السلوشن البانال اريا قد ايه الانوال انرجي برودكشن اللي امتاجها بقد ايه وهكذا فيقول لك ان انت هترجع في خلال خفص الريد سنة فساعتها بها تفكر لا الموضوع هايبقى مجد بالنسبة لك ولا لا يعني لو هترجع الفلوس مثلا في خلال خمس سنين او كده ده طبعا هتوقف على سعر الكهرابة في المنطقة اللي انت فيها يعني خلاني نقول له مثلا ان ده وان دولار وتقول له اوبديت هتلاقي ان انت هترجع خلال سبع سنين طيب الليد دي لايت هترجع خلال سباس القلقى لاندى هترجع خلال مباشرة وشيء مايز فهي بدأ لك غلاثين بفاكتور هايبقى دي فيدى ان انت تقدر تشوف الموديل بداعك ثري دي ستقدر تعمل لك الموديل هنا. تعال ندخل هنا. هيقول لك ان انت تسطب من دي حاجة اسمها كورتونا سري دي فيور. تقدر ان انت تشوف الموديل بتاعك. مجرد ان انت تسطبه. لكن هو بفلوس. جيت فري ترايل تقدر ان انت تسطبه وتجربه. ما فيش مشكلة خالصة. طيب بعد كده ده اكسبورت عند واللود داتا فايلس. ده مهم جدا. ده ما حاجة بالنسبة لنا في الجنين بلدنج ستوديو عشان نكمل شورتنا على اي كويست او 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 برن ستوديو. طب ايه الملف اللي انا محتاجه. انا محتاج الملف اللي هو دي اوي تو. ده اهو حتى كتب لك ان ده الاي كويست. لو انت هتشغل عطرس سبعمية هتستطبت الدول. طيب ممكن تجي هنا وتقول له فايل سيف اس وتستطب الملف ده او. هتجي هنا وتقول له فايل. سيف لينك اس. وهو اقول لك هتحط الملف ده فيه. تمام. طيب هتخش على دي كومنت اس. هتلاقي حاجة عندك اسمها اي كويست داتا. اي كويست داتا. هتنزل تحت وهتقول له ان انا عايز الوزر. لان ده ملف الوزر. وتيجي بقى هنا تحط بقى الملف اللي انت عايز. ده هسميه مثلا. او ام اي. مثلا. وقول له سيف. هيسافه بابتداد. اللي هو انا امتداد. اه. اي اين بي. اي اين بي. ماشي. ده الملف ده مهم جدا. النيرجي بلاس. النيرجي بلاس. ده البرنامج الاساسي اللي واتمد عليه الاكويست وبيت البرامج التانية. تمام. لكن النيرجي بلاس الواجهة بتاعته بش سهلة في التعامل. فعشان كده مختار نوشن حين شغل بي. الوزر ستيشن سيقول لك ان انت هيفتح لك بس صفحة بتاعت الوزر ستيشن عشان تحمل ملفات منه. وده لو انت عايز تشوف الملف في السيري دي. تيه ملف اسمه V-R-ML. تقدر تعمله دونلود وتقدر انت تشغل بي. وهذا ملف الانيرجي بلس كبير الملف الانيرجي بلاس دي او اي او اه او ان دي او Lands يمكن اسميه او او اي او افين الانيرجي بلس الطاب kendUp إستعمال نهاج لكن خلينا نشغل E-Quest Quick Energy Simulation Tools سأقوم بإستعمال سأقوم بإستعمال أصبح هناك مشروع سأقوم بإستعمال سوف افتح الشاشة ومنتظر أن أضع الملف السيارة قم بإستعمال Pdl Input File سأقوم بإستعمال ملف OME اختيرت ا complexes , اختيرت ورؤية الملف نظر الوزر datafile وأختيت الملف نظر الوزر libraryfile سيبدأ انه يقرأ الملف ويقرأ كل الداتا ويقرأ كل الحوايط ويقرأ كل الغرف الحاجات دي لو تدخلها مناولا ستأخذ منك وقت كثير فنحن خصرنا وقت كثير قوي ان احنا خدنا الداتا جاهزة من الريفت دماغ جرين استوديو بعد كده خدناها من جرين استوديو للإيكويست فهو بيبدأ يقول لي اذا كان فيه ارور ولاقة فيه ورنينج الورنينج سهل ان احنا نفهمه عبارة عن ايه ونقدر ان احنا نتجاه له تمام يعني الساعة بيحصل في حاجات بسيطة كده ورنينج تمام قلت له اوكيه هيبدأ يحمل لنا كل الداتا في الإيكويست هتبدأ تظهر هو المشروع يبدأ تظهر معنا التفاصيل كلها البرد شيت هتبقى موجودة السامري الحاجات الى 2D والسري د متخيل كل الداتا بتاعت المشروع بقت موجودة هاي في البلدنج شالي فده يوفر علينا وقت كتير جدا في الشغل دي 2D ده 3D سيلي دي نقدر نعمل سيلكت على ايه عنصر هو اول مطاب على ايه حاجة بيقولك الحيات الي هنا عندي كم حيطة مثل فتقدر تفطر الحيطة وتقدر تشوف الخصاص بتاعتها وتعدل فيها وتعطي لها الماتيريا اللي انت عايزها وكل حاجات دي تمام؟ كنت قلت له انا عايز الول باي طيب او كود باي كولستركشن فيبدأ اعدلها لك وهنا مقسم لك الالوان حسب الروف حسب الانترير الفرور حسب الانترير الفرور حسب الانترير الفرور حسب السيلنج الويندوز كل حاجات دي احنا شرحنا الاكوز تقبل كده لكن المرة دي بقى هنخش في تفاصيل اكتر لان نبقى معنا الموديل الحقيقي فعلا جاهز والنظر ان احنا نشغل عليه تقدر هنا تقول له رسيت كاميرا او تقول له الول انا عايزها باي والتايب او ديفايد زي ما انت عايز نهاية ده انا شرح بالتفصيل كل واحدة منهم وازاي ان احنا نعمل الاسكادول والاسكادول نحطه بقى في الخصاص فيها ان شاء الله اشتركوا في القناة